انهضي فالحياة لن تمد يدها لتعينك لذا عليك أن تمسكي بيدك وتتكئي على نفسك لتنهضي فإن ضعفتي أمامها جارت وإن هزنتي بخصامها بخت فالحياة قاسية ولا ترحم من خذل أمامها تحركي فما زالت حلقات مسلسل أيامك جارية بقناة الحياة ولن تنتهي حلقاته إلا حين يموت البطل وأنت ما زلت علاقات الحياة فحذري أن ترضي بدور الضحية وأختاري دائما أن تلعبي دور البطولة والبسالة في وجه الحياة حاربي ولا ترضي بأقل مما تستحقي ويا مساء الخير مساء السعادة مساء المحبة والرضا وراحة البال كيفكم إن شاء الله تكونوا بخير ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد وريتين جديد حبيت أشارك معاكم اليوم آخر روتين بالالفين وثلاث وعشرين الله يجعل أيامنا كلها خير وسعادة وراحة بال وصحة تكون كويسة صحتنا تكون كويسة زي ما إنتوا سمعين أنا الحمد لله يعني صرت أحسن بس ضايل القحة مستلميتني على الآخر وخاصة فترة الليل لما بجي أنام والله يا جماعة القحة بظلها مستلميتني طول الليل حتى إنتوا سمعين يعني صوتي هيكا بتغير شوي معلس أعذروني يا جماعة بس والله حكيت لازم إنه أمنتجي لكم الفيديو وأنزلي لكم اليوم بما إنه اليوم يوم الجمعة فالجمعة مباركة علينا وعليكم جميعا يا رب طبعا هات خامس مرة أنا بعيد في المونتاج عن جد والله يا جماعة تعبت تعبت عقد ما عدت المونتاج لأنه بحكي كلمتين بقح بفصل المونتاج برجع بكمل بكون ناس شو كنت حاكي عن جد والله يا جماعة منتاج هذا الفيديو كثير تعبني فبستاهل منكم لايك حطوا لي لايك للفيديو اشتراك للقناة إذا ما كنتم مشتركين طبعا حكيت لزوجي جاي عبالي اليوم مسبحة وفلافل وخبز طابون حكي لي وليهم كان هو طالع شغل من الصبح من الساعة سبعة ونص تقريبا طلع وهو مروح جابنا مسبحة وخبز طابون وفلافل وأنا حطيت زيتون أسواد وسنيورة وآخر اللبني كانت موجودة عندي يعني هيك حواظر سريعة مع خبزة طابون كان ساخن زي النار وكستن شاي بمرمية يا سلام أحلى فطور في العالم الله يديمها نعم يحفظها من الزوال يا رب وهو مروح كما جاب لي شوية فواكع جاب لي جوافة كثير أنا بحب الجوافة بطريقة مطبيعية يعني البوكسة بتخلص بكذا يوم بس يعني ما بتقعد عندي أسبوع أقل أقل بتكونوا مخلصة عن جد كثير بحب الجوافة سواء أصير أو بحب هيك أكلها يعني زي ما هي فكثير زاكية صراحة كمان اللي جاب لي ياها الفواكع اليوم والله كلها حلوة وبلدية من الآخر حكالي في هيك بكمات كبيرة ببيعوا في الشارع فهو اشترى بوكستين بوكسة من الكاكا وبوكسة جوافة عن جد كثير طعمه بشهي والله يا جماعة قد ما بقولكم حلو قولوا أكثر أسكم من المحلات بكثير وكمان يعني الواحد بحب يفيد الناس اللي بره المحل كمان يعني فيدوا استفيد المهم جبت عندي الفواكع ومسحتها بفاين المطبخ ما بغسلها لأنه بتقلل من عمرها إذا غسلتها فالخضار والفواكع ما بغسلهم بس بمسحهم مسح وبرجحهم مكانهم طبعا الفواكع البندورة الخيار هذول بحطهم بره الثلاجة لأنه الجو أصلا بارد وأحيانا أنا بعمل تشقيح بندورة تشقيح الخيار فإذا كان كثير بارد ما منقدر نوكل فعشان هيك بخليهم دائما بره الثلاجة الكاكا طلع منها بس ثلاث حبات هيك أو أربع حبات ذايبين مستويين على الآخر فهذول بنوكلهم بسرعة وبعدين نيجي للي مثلا ما بيكون ذايب كثير فلي بيكون ذايب بخلي له حال عشان نبلش نوكل منه وبعدين اللي مش كثير ذايب بخلي له حال الكاكا طلع منها تقريبا أربع خمس حبات من البوكسة كاملة طبعا البوكسة الصغيرة الصحارة الصغيرة مش اللي كبيرة الصحارة لا الصحارة الصغيرة وهون عندي الجوافة طلع منها بس حبة واحدة تقريبا ذبلاني والباقي كله مش مستوي كثير عن جدي كثير كانت زاكية طعمها كثير حلو وجب لي ثلاث حبات رمان والرمان كان طعمه كثير حلو يا جماعة واشتهيت كمان أعملوا عصير بس حكيت لازم المرة الجاي تجيب لي كمية أكبر عشان أعملوا عصير لأنه عندي عصارة الفواكه يعني بتعصر الجزر بتعصر الرمان إن شاء الله بالفيديوهات الجاي رح أفرجيكم كيف بعصر في هالفواكه فحكى لي خلاص المرة الجاي بجيب لك بوكسة كبيرة من الرمان هاي الفواكه اليوم اللي جب إليها لأنه ما كان عندي فواكه فكل مرة كل ما بيروح على هاي المنطقة بيجيب لنا خضار أو فواكه يعني حسب ما بيلاقي بعدين حكيت لازم أعمل فنجان قهوة طبعا فنجان القهوة بعد ما زوجي روح من الصلاة يعني أفطرنا بعد ما طلع على الصلاة بعد ما رجع شغلت بخور أو عودند ما بعرف إلي بتحكوله إياه في ناس بحكوله عودند في ناس بحكوله بخور أعملت قهوة بعد ما روح زوجي من الصلاة فكان الغدا متأخر اليوم شوي يعني حبينا إنه نشرب قهوتنا نستمتع بوقتنا بعدين نحط صحن فواكي بعدين آخر إشي الغدا طبعا إحنا القهوة اللي بنشربها قهوة سادة الحلوة بس إنه سادة ما بنحط عليها سكر زمان كنت أشربها كثير كثير حلوة بس بعدين لما تزوجت بعد سنة أو سنة ونص حكالي زوجي جربي السادة فأول ما شربتها ما استسغط طعمها بعدين لا خلص يعني هسه مستحيل إذا بتيجي معلقة عليها شوي من السكر بفنجاني مستحيل أشرب القهوة بتقلب معيتي عنزاد والله يا جماعة قد ما كنت أشربها حلوة هسه مستحيل أحط عليها نتفت سكر وبعد ما خلصنا قهوتنا حكيت خلنا نعمل صحن فواكي زي ما حكيت لكم إحنا تغدينا متأخر يعني تقريبا تغدينا على الخمسة خمسة ونص المساء فخلصنا كل الأمور والفطور القهوة فواكي وآخر إشي كان الغداء الغداء تسخين من مبارح مبارح عملت شو شبرك للي ما شاف فيديو مبارح لو حشوفوه بعدين ارجع وشوفو فيديو اليوم رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف فكان زايد عندي غداء من مبارح حكيت بس بدي أحط علي شوية من اللبن والمي وأسخنه تسخين أول مرة بحياتي بقسم الكاكاو بيطلع فيها بزر بزر اللي موجود زي بزر المشمش والله إن استغربت حتى بسأل زوجي بحكي لشكلها هاي بلدية مية بالمية لأنه فيها البزر تقريبا كل ما بشقح وحدة بتطلع فيها بزر أو بزرتين بس غسلت كمان حبي وحطيتهم بالمصفاي وكثير طلع فيه بزر عن جد يعني أنا استغربت والله البزرات غسلتهم ورح أزرحهم إن شاء الله بالجنينة عندي فبدي أشوف بلكن طلعت شجرة كاكا عندي بالجنينة هنزد والله هيك يعني حابة إنه أزرع فرح أغسل الحبات أو البزرات كثير كويس وخليهم على جنب عشان أزرحهم إن شاء الله وهي الجوافة كمان غسلتها أنا غسلت بس الأشياء اللي بدي أستخدمها بس أما الباقي خليتهم من دون غسيل طبعا فيه ناس البزر بشيلوا وما بقدر يوكلوا صراحة لأنا بحب الحبت الجوافة زي ما هي أكلها بزرها بيقشرها بكل إشي عن زي قديهم مفيدة وقدي زاكية أنا عندي طوالة بال بال الرمان بفرط الرمان كثير بحب أفرط الرمان عن جد فيه ناس ما بحب يفرط الرمان بس أنا كثير بحب أفرط الرمان يعني جيبوا لي مثلا نص كيلو عادي بقعد وبفرط الرمان بس ما يكون حدا يعني فوق راسي إنه يلا 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 لأ بحب على رواق هيك خلص يعني لازم أستمتع وأنا بسوي بالرمان أحيانا بكسم الرماني بالنص بجيب معلقة وبخبط على ظهر الرماني بتنزل كل الحبات بس اليوم هيك جاي عبالي إني أفرط حبة حبة شايفين حطيتهم بالصحون هاي الفواكه اللي جاب لي ياها زوجي اليوم شايفين حطيت مهلكتين ورجعت حطيت شوكتين كمان أنا استخدمت الرماني الحجمي للصغير بعد ما أكلنا فواكه الحمد لله وانبسطنا وغيرنا جو بعدين زوجي جاع حكا لي يلا سخنيننا غدا أحلى شعور إنه يوم الجمعة ما يكون عندكم طبخ يكون عندكم بس تسخين أو إنه مثلا تجيبوا أكل جاهز أو تروحوا تأكلوا بالمطعم يعني ما يكون في طبخ في البيت أبدا أحلى شعور في الدنيا فهنا أضفت شوية من اللبن وشوية من المي وحركتهم على نار هادي حتى إن الحبات حبات الششبركة تصير سخنة زي النار الله يجيرنا يا رب من نار الجهنم يا رب عن جد اليوم الفيديو خفيف لطيف هيك حبت أشارك معاكم روتين بكل تفاصيله يعني ما في شغل ما في كثير أشياء تتعلموا منها اليوم بس هيك حبت أشارككم يومي وأشارككم آخر جمعة بالألفين وعشرين وهي الششبركات وكل شي غير شكل ما شاء الله قعدنا بالغرفة وهنا حطيت كما نحبي عشان أفرجيكم الششبرك كيف من جوا عن جد كان طعمه بشهي ورجعت حطيت شوي من السمنة البلدية وبس هذا الفيديو اليوم بتمنى تكونوا حبتوا وعجبكم ونار رضاكم بشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات الجاي ديروا بالكم مع حالكم تصبحوا على الف خير سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر